بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع رئيس مجلس القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية محمد الغزو تطوير العلاقات المشتركة وذكر بيان لمكتبه أن عبد المهدي أكد خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس القضاء العلاقية فائق زيدان اعتزازه بتطوير العلاقات التاريخية بين البلدين ودخولها مرحلة أكثر جدية لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين مشيدا بعزم البلدين على توسيعها في جميع المجالات فيما رحب بالتعاون القائم بين السلطتين القضائيتين في العراق والأردن من جانبه عرب رئيس مجلس القضاء العردنية عن سعادته بزيارته للعراق مشيدا بالتعاون في المجالات القضائية والقانونية الذي يشكل إضافة مهمة للعلاقات المتطورة بين البلدين الشقيقين اشتركوا في القناة